اشتركوا في القناة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رحم الراحمين نمضي وإياكم في برنامج الظلم ظلمات اليوم أتحدث كما قلت لكم بالأمس عن ظلم الزوجة لزوجها حاجتنا نحكي بقى عن الأزواج زعلوا الرجال لا نحن نتكلم بالقصد أعطي كل ذي حق حقه وهل تظلم المرأة زوجها؟ نعم هذه المرأة التي تدخل القلق والحزن على قلب الزوج هي تظلمه الأصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا نظر إليها سرته أما إذا كان تقلقه من كيف يأتي القلق؟ القلق يأتي من الكدر والكدر يأتي من عدم الطاعة أصعب شيء هلأ إذا كان الإنسان تزوجه أول شهر شهرين ثلاثين سألته أمه شلون المرأة؟ إلا يا ماما مطيعة مطيعة تطيع تطيع زوجها وتطيعه في أهله تطيعه في نفسه الأمهات في هذه الأيام يجب أن يوجهوا بناتهم إلى هذا الأمر هلأ كل رأس أكبر من أبية الأموي يكون عمره 17 سنة شوفوا شو قال النبي عليه الصلاة والسلام إن حسنة بعل المرأة لزوجها يعدل عند الله درجة الصائم القائم إمرأة اسمها أسماء بنت يزيد أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبدو أنه هي تتكلم باسم النساء قالت يا رسول الله الرجال يذهبون إلى صلاة الجماعة وصلاة الجمعة ويصلون على الجنائز وليس لنا ذلك ما نحن ما وين نروح يروحوا بيصلوا بالجامع ثواب وأجر والصلاة بسباع عشرين آمن النبي عليه الصلاة والسلام جاوبها إن حسنة بعل المرأة يعني أخلاء الظريفة الكلمة الحلوة الابتسامة الحلوة فكلم يسكين من الصبح للمساء عم يشتغل بحياته بالتعب وتعرفون يعني نحن عم نحكي صورة مو كل النساء في ولو كانت النساء بمثل هذه لفضلت النساء على الرجال في امرأة لازم يساولها تمثال وضربولها تحية هي الأمهات القديرات الفاضلات التي ربت الأجيال ربت جيل ربت أولاد ستة وسبعة كان اللي نحن قبلناه ستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة هذا الطبيب وهذا المحامي ما زعل منها صدقاً صدقاً أنا ما بنسى الموقف دائماً بيحكي فتت على مجلس عزاء رجل منهار بالبكاء أنا عرفت أنه يعني زوجته يعني أنه بس يعني ليش البكاء بعد ما ألقيت كلمة نالوا أعظم الله وأجركم رجل فاضل بالثمانين قال لي والله يا شيخنا صلي متزوجها خمسة وخمسين سنة ما في يوم نمت وقلبي ساخط عليها وقلبي تقيل عنها ما في يوم زعلتني يا أخوانا الكرام بتكون مثال سيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها الملاذ الآمن القلب الكبير لما ماتت سمى النبي عليه الصلاة والسلام العام عام الحزن نبي أول ما وصل لمكة ما رح على الكعبة ذهب إلى الحجون المقبرة المدفونة فيها السيدة خديجة ونصب خيمة وجلس ليلة عندها نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول لي ليش دفء وحنان طيب هاي لي كل يوم بتقول له آل وإلنا ومدري إيش الحديث طويل هذه التي من صور من صور صور الظلم السعي بالنميمة بينه وبين أهله هل أنتم سمعانين بمحور الشر بالسياسة محور الشر في محور الشر في بيتك تتفق هي وكنة تانية على أمك بيجيبوا له جلطة كم من زوج عق أمه من وراء زوجته هاي ظلمته ولا ما ظلمته بتجيب تقول له شفت أمك شفت كم من زوجة جعلت زوجها يسخط على أولاده وهلا بدأك تجيه وهلا بدأك تجيه من الشغل بتنفخ له رأسه نفخه قديش يعني بيضربه هذا ظلم ولا مو ظلم وين الأم الحياة الحياة بده هدوء بده حلم تتوعدهم بأبيهم لكن ما بتروح تجعله بيجي إذا كان الأب من جماعة وإذا بطشتهم بطشتهم جبارين بضربه ضربه على رأسه على البصلة السيسائية شو بيصير أنا بعرف أحد الآباء ضربوا هيك على عينه بالحزاء صالوا عشر سنين عمداوي فيه وما وما فيه ما فيه ما فيه نتيجة من الظلم من صور ظلم المرأة اللي النساء ما يعجبون هذا الكلام لكن نحن نحكي حقيقة هو النكران الجميل مسكين الحياة فيها فيها حلو فيها مر فيها حامض وفيها مالح فيها رخاء وفيها شدة في ناس كانوا مريشين صاروا على الحديدة يعني هل هو ظلم تعبان تقول له أنا بطمانة عشر سنة ستة عشر سنة أربعة عشر سنة تمنى سنة ما شفت منك خير ما ما ولا خير أبدا ولا خير ولا أيام الكذا والهيه هذا يكفرنا العشير أنا ما بدي أحكي الحديث الحديث تقيل عياره تقيل بخليه لغير كفران العشير نهايته كتير كتير صامعيه طيب شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها دخلت جنة ربها من أبواب الجنة الثمان أيها شاءت تصلي خمس صلوات وبتصوم ورمضان وبتطيع زوجها طاعة طاعة هلأ نحن ما نكون راكبين سيارة بيعود هيك أخ من بني فهمان تعرفونا دول بني فهمان واحد يكون زم بيلو طلع شمال هو الأصل هو يعني الأمير هو اللي بإيده القيادة لما صار سائقين شو صار فيه واتروا ورح وضع هاي الأسرة شو بدها بدها ربان خلص سلمي القيادة وارتاحي سأتحدث للنساء شغلة والله النساء عندنا في البيوت توصيفهم أعلى من الملوك تمسك التليفون أو على ملوك ملوك تقول له سجل عندك كليين مشموش كليين كرز كيلو جبني معروك ناعم بخلص إلا طولي بالك لألي بالورقة سجل روحوا على أوروبا بتروح معه على الشغل ترجع ما في معلبات ويجيب معك بردقان ولا تنسي بعد ما تسكر بتدق تليفون تاني ملحق اسمه هذا ملحق إضافي يا توصيف ما ليك أنت شكري الله تشتغلي شيء لا بأوروبا الناس إذا ما راحت المرأة اشتغلت ما بتاكل هيك حياتهم أما نحن سلطانة لها مقام عالي بقى إياكي حذاري أن تدخلي القلق راجع تعبان الله يرضى عليكم فوتوا على الغرفة أبوكم تعبان أما جيبوا الطابة وتعالوا خلينا نلعب مطش مع مين هو مسكين يعني طيب الإرهاق بالنفقات والله هذا بده أربعة دروس هذا لازمة مشكلة أنه كل ترسم حدد الإرهاق بالنفقات أخوان الكرام ناس خاصة بهذا الزمان قل الذات اليد إرهاق بالنفقات نحن لو منقتصد باللي عنا بيأدينا الأكل اليوم وبكرة وبعد بكرة تقولوا لا تجيب في عنا يلي زاد ناكله بكرة أما هو إدارة إدارة الملف الاقتصادي في البيت يحتاج إلى عقل هذا العقل هو عقل المرأة في البيت في عنا وزيادة حكا لي أحد الأخوان الكرام قال لي أنا كل يوم بشتري ثلاث بندورات هاي حاشتي أما عندك جيب 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 برمضان مين دي أكل تعرفوا يا أخوانا الكرام في أربعين للخمسين للستين في المية من الذي نشتريه ليس له يعني مكان ليس له من يأكله أو يستفيد منه ومين مين اللي عم ينظلم اللي عم يدفع الفاترة هحكي عن آخر شغلة يعني لأنه شغلة طويلة أصعب شغلة المرأة تظلم فيها زوجها طلقني عم قل لك طلقني يا مخلوق طلقني يا جهل هذا الكلام أو في مين عم يعلمها لعننا أولاد بالضل فقرأسه وإذا كان طلقني 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 شو بدي الله الله معي لكن ظلمها ظلمته أم لم تظلمه تبهي يا أختي تبهي الله يوفي أي من مرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة من غير بأس ما في شي ظلمتك مديت إيدي عليك أسأت لأهلك لا مو عاجبني روح شوف رفقاتي روح شوف مين روح شوف الناس شلون عايشي كل يوم بالمطعم مطعم لك والله إذا بيأخذوكم على مطعم اسمه مطعم الجنة بالدنيا ما بيضبط معي أنا لأنه الله قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنة سكنة أحد المشايخ كان عم يعملوا معه لقاء تلفزيوني مشي عشرين سنين بقفاتوا لعنده هو الشيخ لفه وجبه وعالي شافوا لا لفه ويقول لابس أني شيء مريه قالوا له سيدنا يعني نحن متعودين قالوا يا ابني الله أفهم مني ومنك أنت لين جاي قال له على بيتك قال له أدي الساعة هلا قال له الساعة أربعة الله قال وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة يعني أنا بدي يرتاحنا ما بيرتاح الإنسان إلا بيته شوف الناس شلون عايشي إذا طلبت الطلاق وتفرق الأولاد من الظالم نحن بنذكر تقول له والله أنت مآسيني وأهلك مآسيني لكن والله سأرجع كرمال هالولاد هاي هي الأم المكافحة الأم المثالية أسأل الله عز وجل أن يبعد عن بيوتكم شر الظلم ربنا تقبل منا بسر الفاتحة